تأثير يمكن الأزمة دي على استفاف المصريين في اللجان الموجودة يمكن ده فهمنا ولفت نظرنا للضغوط اللي بتتعرض لها مصر من قبل العالم يعني في بعض الأحيان وإن قد إيه مهم أن يكون فيه قيادة سياسية قدرة على إدارة الأمور الشعب المصري شعب واع جدا والواعي معناه اللغوي هو الإحاطة والإدراك الشعب المصري من الشعوب اللي بتدرك بسرعة لما بتقع في أزمة بيتوحد المصريين يعني احنا بنختلف ممكن في حاجات كتيرة جدا لكن في لحظة الأزمة تلاقي المصريين صفوا واحد ودميزة بالمنازم فالشعب المصري أدرك أن البلد محاطة بمؤامرات كبيرة جدا خارجيا وأن هناك من يريد تفكيك هذه الدولة وأن مصر هي الحامي والسد المنيع للعالم العربي وأنه لكي ينهار هذا العالم العربي ولكي تفكك هذه المنطقة عليهم أن يضربوا مصر ويفككوها وتفكيكها بالطوابير الخامس وبحروب الجيل الخامس وبالأمور هذه كلها فالشعب المصري أدرك ده مع موضوع غزة اتضح هذا الأمر بشكل كبير جدا يعني مع الأزمة دي اتضح هذا الأمر اتضح إزاي حجم الأزمة إزاي اتضح حجم المؤامرة يعني على مصر حدودها على أمنها القومي على محاولة إضعفها فذا كله الشعب المصري أدركه وعلى الفور توحد القيادة السياسية كانت واعية جدا لما تفضل سيادة الرئيس وقلبه كل وضوح ضد تصفية القضية الفلسطينية وأن مصر مش توقف مع تصفية القضية الفلسطينية وضد تهجير الفلسطينيين ووزارة الخارجية علانت داب بينات رسمية وكانت هناك جهود كبيرة جدا لإدخال المساعدات وللهدنة ولتبادل الأسرة وللحوارات اللي هي حتى كان آخرها في الدوحة كل هذه الجهود الشعب المصري وعيلها جدا وأدرك أن الإخوان كذبون ده يعقدني النقطة مهمة اتقال زمان صفقة القرن والمصر حتى تجيب الفلسطينيين وتحطوهم في سينة وتقال وتقال النهاردة قولا واحدا كل ما قيل كذب لأن الدولة المصرية بتؤكد على رفضها التام لتصفية القضية الفلسطينية هل أثر ده على المشهد الانتخابي؟ ده سؤالي طبعا أثر على المشهد الانتخابي أنه وحد المصريين وخلى فيه جموع زي ما احنا شايفين وخلى فيه ثقة في الدولة المصرية الدولة المصرية أنا مهمنيش أنت تختارني الاختيار ده اختيارك حرية كل الإجراءات متاحة للجميع بكل حرية وشفافية واللجنة المشرفة على هذه الانتخابات من القضاء وغيره قالت ده في بيانات صريحة فأنت اختار براحتك بحرية ومن سيصل للرئاسة من المرشحين الأربعة هو اختيار إلهي في المقام الأول بوجهة نظري وده برضو سيادة الرئيس قاله فأحنا بنتكلم النهاردة لا وحد المصريين رفع المؤشر المشاركة الانتخابية والحشد الانتخابي خلى الناس بتشارك أكتر وده شايفينه برا مصر وأنا أعتقد أن في الداخل كمان لما هتجرى انتخابات داخليا بعد ما تنتهي الانتخابات في خارج مصر أعتقد أن الجموع هتكون كتيرة جدا وأعتقد الناس هتتوجه للصناديق لاختيار زعيمها ورئيسها بكل حرية عشان يقولوا لا إحنا مع مصر وإحنا متوحدين خلف الدولة المصرية مش خلف واحد ولا شخص لا إحنا خلف الدولة المصرية برمتها لأن إحنا مدركين تماما حجم ما يحض بمصر من ناحية الجنوب السودان من ناحية نهر النيل من ناحية الحدود الغربية مع ليبيا من ناحية كمان الحدود الشرقية وكل هذه الموامرات التي تتاجر فالشعب المصر لا متوحد ولا أثر على المشهد الانتخابي بكل تأكيد